لسنوات طويلة والمطلوب من الغرف التجارية الصناعية في المملكة أن تؤدي أدوارها وفقاً لحاجة المنطقة التي تنتمي إليها وحسب أولويات رجال الأعمال في المنطقة هذا إذا كانت تلك الغرف تسير على ما يرام ووفق ما هو مخطط لها وقبل أن نبدأ في تشخيص واقع تلك الغرف فنحن لا ننكر بعض الأدوار الرائعة التي تقوم بها بعض الغرف التجارية خاصة في ظل الفترة زمانية الاستثنائية من عمر الوطن المتمثلة في زيادة هائلة في الميزانية الحكومية التي تضخ المليارات لدفع عجلة التنمية التي تطال كل التفاصيل الصغيرة والكبرة ولكن بكل صراحة وشفافية هناك الكثير من الملاحظات والانتقادات بل والاتهامات أيضا التي توجه لمجالس الغرف التجارية أهمها طبيعة عمل اللجان المعتمدة التي تغص بها هذه الغرف وكذلك كيفية تشكيلها والتي من المفترض أن تزدان بالطاقات المؤهلة أيضا لا بد من إعادة النظر في الكثير من قوانين وأنظمة الغرف التجارية لأنها تدافع عن التجار ومصالحهم فقط دون أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية والأخلاقية كذلك لا بد أن تمارس الغرف التجارية دورها الحقيقي كحضنة للأعمال الصغيرة التي تضمن وجود فرص العمل للشباب وأن تتحرر من الدائرة المغلقة التي تتحرك فيها والمتمثلة بالاهتمام الشكلي والنظري والتوعوي ترجمة نانسي قنقر